كمان خلينا نقول يعني سهام ان النادي الاهلي وحقق بطولات على مستوى الطايرة واتكلمنا مبارح في موضوع طبعا الكرة الطايرة وان النادي الاهلي فاز على الزمالك وعنده مباراة مهمة جدا ان شاء الله بكرة مع فريق طلاق البيش لو دا يمكن كنا منتكلم فيه مبارح ونهاردة فريق رجال كرة الطايرة كمان فريق مستمره بيحصد البطولات مسيطر على منافسات كرة الطايرة في مصر لحد دلوقتي والفريق الحقيقة بقيادة مديره الفني محمد مصالحي اختتم استعداداته كان بيقولنا الكلام دا مبارح لنهاء بطولة كاس مصر اللي هيتلعب بكرة ان شاء الله على صالة نادي الصيد ايضا في 6 اكتوبر كل اوراء الاهلي جهزة الحمد لله باستثناء لعب واحد بس وهو عبد الرحمن الحسيني عبد الرحمن الحسيني كان تعرض لاصابة وكلهم الحقيقة عندهم ارادة كبيرة وعزيمة ان هم يفوزوا بالكاس الاهلي حاصل على لقب الكاس في السنتين اللي فاتوا والمفارقة انهم كانوا على نفس الفريق نادي طلاقع الجيش اللي بيدربوا نجم الاهلي السابق ابراهيم فخر الدين احنا مبارح يمكن كنا اتكلمنا قلنا ان احنا منافسنا المباشر في البطولة كان هو نادي طلاقع الجيش فمغلطناش لانه بكرة ان شاء الله هيلعب نعانا النهائي للسنة الثالثة على التوالي